النهاردة معظم اللعيبة تميزت معظم اللعيبة تميزت بس على رأس هؤلاء هو الشاب اليافع المميز الموهوب البطل الشجاع اللي شخصيته قوية جدا مصطفى شبير وأنا دايما أبالغ أحيانا في الإشادة بمصطفى شبير لأن هذا اللاعب تحديدا تعرض مبدئيا لضغوطات ماينفعش أي لاعب يستحمله بمعنى بمعنى أنه ابن الكابتين أحمد شبير لعب الوسطى يا عم موبيل جامل ده قبل ما يلمس الكورة في أي مباراة رسمية قدي ضغط أنا نازل بقى وأنا عايز أثبت أن أنا مش عشان ابن أحمد شبير بلعب كواس قدي ضغط عليه ضغط تاني أنه بيلعب بدل من أفضل حارس داخل الكارة الأفريقية مش بس في مصر محمد الشناوي قدي ضغط تاني وطبيعي الناس هتقرنوا محمد الشناوي طول الوقت ضغط تالت وده الأصعب أنه الراجل ده أول ما بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ملعب لقى نفسه قدام الوداد المغربي في استاد القاهرة في زهاب نهاية دورة أبطال الأفريق لقى نفسه في الموسم ده بيلعب قدام شباب بولوزداد في الجزائر وسط جمهوره والأهلي لازم يطلع بنتاجة إجابية في المباراة دي لقى نفسه قدام مازمبي على ملعبه الصعب وجماهيره وحاجة في منتهى الصعوبة خاصة لو قدتلك أنه ما فيش فريق مصري بما فيهم النادي الأهلي دخل الملعب ده وما طلعش إلا بشباك تم تسجيل فيها أهداف أول مباراة في التاريخ لفريق مصري النهاردة في وجود مصطفى شبير تخرج شباكه نظيفة من ملعب مازمبي ظروف في منتهى الصعوبة أضف لك الصعوبة كمان أو ضغط كمان على مصطفى شبير دلوقتي إنه الأهلي حتى دفاعيا كمنظومة مش في أفضل أحواله يعني أو على الأقل مش زي السنة اللي فات السنة اللي فاتت لأقل كان أفضل على مستوى المنظومة الدفاعية وبالتالي أنت كمان ما فيش حد سندك أو مش مسنود بالقدر الكافي ده أنت اللي شايد طيب مصطفى شبير ست مباريات بشباك نظيفة بدورة أبطال أفراقيا بالمناسبة الرقم ده تفوق فيه على محمد الشناوي اللي في خمس مباريات أو عمل رقم دوت في خمس مباريات لكن مصطفى شبير عمله في ست مباريات شباك نظيفة منهم أربعة خارج الأرض أربعة خارج الأرض طيب هل دي بس الأرقام الحلوة؟ هل دي الأرقام العظيمة؟ بلاش؟ مصطفى شبير ممكن يكون مثلا يعني مثلا تلعب شباك نظيفة في ست مباريات عشان الفرع ما كانتش بيتروح على النادي الأهل والأهل وأجي منافسين ضعاف وممكن يكون حظه حلو أن المدافعين تقلقوا أجاده وشالوا الكرات مصطفى شبير هو أكتر حارس في دور أبطال أفراقيا أبطال أفراقيا الموسم ده تصدياً للكرات تصدياً للكرات 27 كرة تصدياً للكرات 27 كرة تصدى اليوم مصطفى شبير ده يدل على إيه؟ يدل أن مصطفى شبير في دور أبطال أفراقيا شال الأهل صاحب الأربعة وعشرين سنة شال الأهل أنقذ الأهل في مواقف عديدة تحديداً في رأيي مباراة سيمبة اللي كانت هناك والنهاردة مباراة مازمبي شكراً لكم في مواقف عديدة تحديداً لكم في مواقف عديدة